بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الصداق الصداق هو العوض الواجب بعقد نكاح أو ما ألحق به كالوطء بشبهة فصل في أحكام الصداق ينبغي تخفيفه لا إسقاطه وهو ملك للزوجة وحدها وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشى أتدري من نش قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم رواه مسلم وأعتق صفية وجعل عطقها صداقها متفق عليه وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر